عقد قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة عددا من اللقاءات الثنائية مع عدد من القادة العسكريين للدول المشاركة بالمعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية إدكس 2023 جاء ذلك على هامش فعاليات المعرض وفي إطار دعم علاقات التعاون العسكري مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة في إطار دعم علاقات التعاون العسكري مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة وعلى هامش فعاليات اليوم الأول للمعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية إدكس 2023 تم عقد عدد من اللقاءات الثنائية لقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة مع عدد من القادة العسكريين للدول المشاركة بالمعرض حيث التقى الفريق أشرف عطوى قائد القوات البحرية مع قائد القوات البحرية اليونانية وآمر القوات البحرية الكويتية وقائد القوات البرمائية بهيئة الأركان البحرية الإيطالية ووزير الدفاع والمحاربين القدماء لجمهورية جنوب أفريقيا وكبير مستشار رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط ورئيس مجلس إدارة شركة نافال جروب والوفد المرافق له كما التقى الفريق محمود فؤاد عبدالجوات قائد القوات الجوية مع كبير مستشار رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط ورئيس الإدارة اللوجستية للقوات الجوية الإيطالية ممثلا عن قائد القوات الجوية ومساعد وزير الدفاع الصربي للموارد المادية ونائب رئيس شركة ليوناردو هيل الإيطالية ورئيس مجلس إدارة شركة MBDA الفرنسية والنائب الأول والمدير التنفيذي لشركة روسابرون إكسوبورت الروسية وقائد القوات الجوية والدفاع الجوي البيلاروسي كما التقى الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوية مع وزير الدفاع الوطني لجمهورية مدغشكر وقائد قوات الدفاع الجوي الملكية السعودية ورئيس أركان القوات المسلحة الجيبوتية ورئيس الإدارة اللوجستية للقوات الجوية الإيطالية ممثلا عن قائد القوات الجوية وقائد القوات الجوية والدفاع الجوي البيلاروسي ونائب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن بالسعودية وأفريقيا ورئيس أركان القوات الجوية الرواندية فيما التقى اللواء كمال وفاء رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة مع رئيس الإدارة اللوجستية للقوات الجوية الإيطالية ممثلا عن قائد القوات الجوية وكبير مستشار رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط ومساعد وزير الدفاع السربي للموارد المادية تناولت اللقاءات تبادل الرؤى حول طفرة التسليح والأنظمة الدفاعية المتطورة التي تشهدها الدول المشاركة بالمعرض كذلك سبل تعزيز العلاقات العسكرية في مختلف المجالات مما يعزز من قدرة القوات المسلحة وجهزيتها القتالية